في المثال التالي نأخذ نفس الجهاز نأخذ كمثال مثلا الجهاز رقم واحد قدرته الكهربائية بواحد كتساوي واحد كيلوات ونشغله خلال مدتين زمنيتين مختلفتين تي ساعة والتقيم كتساوي ثلاث ساعات في المرحلة الأولى سيستهلك طاقة كهربائية وفي المرحلة الأخرى يستهلك طاقة كهربائية سنرموذ لها بأبقيم أ بمقارنة القيمتين سنجد بأن أبقيم واحد أكبر من أواحد لماذا؟ لأن الطاقة الكهربائية التي يستهلك هذا الجهاز خلال ثلاث ساعات أكبر من الطاقة الكهربائية التي يستهلكها خلال ساعة واحدة يعني أن الطاقة الكهربائية أبقيم أ تساوي ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعة واحدة لماذا؟ لأن ثلاث ساعات ثلاثة أضعاف المدة الزمنية الأولى هذا تعليل لأن تي بخيم أكبر من تي من خلال هذا المثال نستنتج أيضا بأن الطاقة الكهربائية تتعلق بمدة الاشتغال بحيث كلما كانت مدة الاشتغال أكبر كلما كانت الطاقة الكهربائية المستهلكة أكبر والعكس الصحيح الجهاز اللي يشتغل مدة أقل يستهلك طاقة كهربائية أقل ترجمة نانسي قنقر